اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ان المرأة البحرينية قطعت مراحل متقدمة في مسيرتها وكانت وستظل شريكا رئيسا في منظومة الانجاز الوطني منوها جلالته ان الشرطة النسائية ومنذ تشكيلها في سبعينيات القرن الماضي اظهرت القدرة على ممارسة العمل الشرطي باحترافية ومهنية عالية واكد جلالته ان الشرطة النسائية كانت نواة فكرة واصبحت مكونا اساسيا في العملية الامنية من خلال استنهاض الهمم وتسخير الامكانيات من اجل انجاح الفكرة واستقطاب النخبة من فتيات الوطن بالعمل الشرطي في سبيل المساهمة الفاعلة في حفظ امن الوطن والمواطن وصون مكتسباته ويسعدني ان اغتنم هذه المناسبة الوطنية بمرور ما يقارب الخمسين عاما على تأسيس الشرطة النسائية البحرينية لنعبر عن اعتزازنا وفخرنا بجميع منتسبات الشرطة النسائية التي اظهرنا التفاني في العمل والمساهمة في مسيرتنا الامنية المباركة التي تحمل دوما مجد حضارة ونهضة وطن وثمن جلالته الدور التاريخي والرائد لصاحبة السمو الملكي الامير سبيكا بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة في تمكين المرأة البحرينية ودخولها مجالات متعددة عززت من الاداء الوطني واشهد جلالته ان شرطة النسائية البحرينية دوما هي في الطليعة والريادة لانها اضحت انموذجا يحتذا به بين دول المنطقة مثمنا جلالته دور معالي وزير الداخلية بتهيئة السبل وتقديم الرعاية والدعم لشرطة النسائية بان تكون عنصرا اساسيا في العمل الشرطي ومحل ثقة في تولي المسئوليات الامنية الملقاة على عاتقها من خلال توفير الامكانيات من تدريب وتأهيل ما ادى الى كفاءتها وجدارتها في كافة المواقع التي تشغلها وتعاملها الانساني الحضاري في الحفاظ على امن الوطن والمواطن واكد جلالته ان الشرطة النسائية البحرينية تقوم باداء دورها الامني باخلاص واحترافية عالية ووضعت بصمة من العطاء والانجاز والتقدم والاتقان وبرهنت لنا على ان كفاءتها وتميزها جعل من ذلك قدرتها على تبوء مناصب قيادية شرطية هامة وقيامها بادوار امنية صعبة ولذلك نثمن مساهمتها في بناء وطن ينعم بالامن والامان حيث كانت ولا تزال على قدر الثقة والمسئولية وتشهد له انجازاتها ترجمة نانسي قنقر